بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل انتقلت العدوى إلى أوروبا؟ هل أصبحت ألمانيا وغيرها من دول جمهوريات موز؟ أصبحنا الآن نتحدث عن محاولات انقلاب عسكرية في ألمانيا أنهم يتحدثون عن احتلال الكابتل في أمريكا عندما هزم ترامب في الانتخابات فرنسا أيضا هناك أخبار من حين لآخر أن هناك تخطيط الانقلابات عسكرية هل الانقلابات العسكرية التي دعموها في بلداننا وفي أفريقيا ترتد إليهم مرة أخرى؟ هذه المرة إمارة ألمانيا تفاصيل جديدة عن مخطط الانقلاب في برلين وأبرز قيادات تنظيم مواطن الريخ المعتقلين لمعرفة التفاصيل حول هذا الموضوع كونوا معنا حتى النهاية كشفت صحيفة بلد الألمانية الأربعاء 7 ديسمبر كانون الأول 2022 معلومات جديدة عن هوية أبرز المشتبه بانتمائهم لجماعة يمينية متطرفة تتهمها السلطات بالتخطيط لاقتحام مبنى البرلمان الألماني والاستيلاء على السلطة بالقوة فقد أعلنت السلطات الألمانية تنفيذها منذ صباح الأربعاء عملية كبرى لمكافحة الإرهاب في وقت أصدر فيه الإدعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم حركة مواطن الريخ بحسب معلومات الصحيفة الألمانية تشكلت الشبكة الإرهابية حول رجل يعرف باسم الأمير هنريش الثالث عشر أو الأمير رويس ويبلغ من العمر 71 عاما يتضمن أعضاء الحركة أشخاص آخرين من بينهم عضو مجلس مدينة تابع لحزب البديل من أجل ألمانيا يدعى كريستيان دابليو واعتقلت السلطات الألمانية كذلك ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الروسية للاشتباه في دعمهم لتنظيم مواطن الريخ كما أن من ضمن المشتبه بهم جنديا بقيادة القوات الخاصة لا يزال في الخدمة وقد جرى تفتيش شقاته ومكتبه في الثكنات العسكرية بمدينة كلاو التي تقع في ولاد بادن وأوضحت خدمة مكافحة التجسس العسكرية أنه يفترض أن الجندي يعد عضوا في طاقم القوات الخاصة تورط كذلك في الانقلاب جنود سابقون بالجيش الألماني وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة الألمانية فإن كثيرا من أعضاء التنظيم يحملون أسلحة بصورة قانونية انقلاب ألمانيا حكومة إمارة وفقا للمعلومات التي وردت للصحيفة الألمانية أبلغت إدارة مجلس الشيوخ في برلين السلطات الأمنية الاتحادية في نهاية أغسطس آب 2022 عن الاشتباه في وجود مجموعة مناهضة للدستور تشبه الهيئة المركزية للتنظيم مجلس الوزراء الحكومي ولديها وزارات مثل العدل والشؤون الخارجية والصحة وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي منذ نوفمبر 22 2021 أنه التقى أعضاء المجلس بصورة منتظمة في سرية للتخطيط للاستلاء المزعوم على السلطة في ألمانيا وتأسيس هياكل دولتهم الخاصة وأضافت أنهم وضعوا لأنفسهم هدفا تجاوز نظام الدولة الحالي في ألمانيا وأنهم يستبدلوا به الشكل الخاص بحكومتهم التي وضعت بالفعل الخطوط العريضة لها كانت خطة المتهمين أن تطيح بالذرع العسكري الخاص بهم الحكم الديمقراطي للقانون على مستوى البلديات والمقاطعات وأوضحت الصحيفة أنهم كانوا يتوقعون سقوط قتلى وقال المدعي العام يعتبر التنظيم هذا السيناريو خطوة وسيطة وضرورية نحو تغيير النظام المستهدف على جميع المستويات وقالت الصحيفة أن التنظيم أراد تشكيل حكومة بعد الإنقلاب وكان الجهاز الحكومي الجديد سوف يؤسس بوصفه إمارة استنادا إلى المبادئ الملكية وسوف يجري تقسيمه إلى وزارات وصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان المدهمة بأنها عملية لمكافحة الإرهاب وغرد في حسابه بموقع تويتر تنفذ منذ هذا الصباح عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب ويحقق المدعي العام الاتحادي مع شبكة إرهابية مشتبهة من تنظيم مواطن الرايخ ثمت اشتباه بأن هجوما مسلحا على الهيئات الدستورية كان يخطط له ما هو تنظيم مواطن الرايخ؟ قال وزير الداخلية الألماني الأربعاء سبعة ديسمبر كانون الأول ببرلين في أعقاب المداهمة التي نفذت ضد المجموعة هذا الصباح المنظمة الإرهابية المزعومة التي كشف النقاب عنها اليوم مدفوعة وفقا لوضع التحقيقات بخيالات تدميرية عنيفة وأيدولوجيات مؤامرة وأوضحت أن حكم القانون يعرف برغم ذلك كيف يدافع عن نفسه ضد أعداء الدموقراطية في السادسة من صباح اليوم اقتحمت القوات الخاصة في ألمانيا منزلا بمنطقة فيلات وانسي في برلين واقتادوا العضو السابق بالبرلمان الألماني وفي حزب البديل من أجل ألمانيا القضية بيرجيت إم 58 عاما وبعد الثلاث دقائق تواصلت عمليات الاعتقال في بلدة باد التي تقع بولاية تورينجين وفي هذه الأثناء اقتحمت ضباط نحو 30 عقارا في ولاية بادن وكذلك ورشة إصلاح سيارات وورشة تجارة بجبال الخام ولاية ساكسونيا ونفذت مزيد من عمليات التفتيش في ولاية بافاريا وولاية هيسن وولاية ساكسونيا السفلة وكذلك في مدينة النمساوية ومدينة بروجة الألمانية وفي إطار الخطوط التي اتخذتها السلطات بألمانيا ضد العملية التي حملت اسما مستعارا سوكو أو الظل فاتشى نحو 3000 فرد من خدمات الطوارئ 137 عنصرا من العناصر المملوكة ل52 مشتبها به وأفادت التقارير بأنهم نفذوا 25 عمليات اعتقال لا يعترف أعضاء حركة مواطن الريخ بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية ولا بقوانينها ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية ويصرون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة وينسب المكتب الاتحاد لحماية الدستور نحو 21000 تابع إلى هذه العملية إضافة إلى أن نحو 5% منهم أي تقريبا 1150 عضوا يعدون يمينيين متطرفين وفي عام 2021 نسب المكتب الاتحاد لحماية الدستور 2011 جريم التطرف إلى حركة مواطن الريخ والحكم الذاتي وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر محاولة الانقلاب التي خططت لها حركة مواطن الريخ بأنها تهديد إرهابي إذن الانقلابات تعود إلى أوروبا وكذلك أيضا العمل الإرهابي لم يعد مقصورا أو محصورا في المسلمين كما كان يدعي هؤلاء فهذه بضاعتهم ردت إليهم فها هو انقلاب في عقر دار أوروبا يخطط له مجموعة من اليمينين المتطرفين يريد أن يعيدوا الأمور إلى عشرات السنين ما قبل هذه المرحلة نتابع معكم بإذن الله تعالى آخر التطورات فيما يتعلق بهذه العملية والتي تتهم فيها روسيا بأنها أحد الداعمين لعملية الانقلاب والمخططين لها حيث أشارت التحقيقات الألمانية إلى أن أحد قادة الخلية أجر اتصالا بممثل روسيا الاتحادية في ألمانيا وقد أشارت التحقيقات التي أجريت حتى الآن إلى أنه ليس ما يشير إلى أن هؤلاء المحاولين استجابوا لطلب مسؤول الخلية إذن هذه العملية لها أبعاد داخلية وأبعاد خارجية نتابعها معكم بإذن الله تعالى في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر